كلكم ربما سمعتو بالقصة الزوج الذي طيبات زوجته أول مرة الحوت وقالها تقطع حوتها قبل أن تضعها في الفران تسأل لماذا هذه العادة الغريبة؟ وعندما أدقق في المصدر هذه العادة بعدما سوى الأم والجدة لقى أن هذه العادة بنسبة جدا كان لديها سباب وهو أن اللاطة أو الوعاء التي تقطع حوتها لم يكن تقطع حوتها لماذا تقطع حوتها؟ في حين أن الزوجة لم يكن أعرف لماذا تمارس هذه العادة التي هي بالنسبة لها فقط وراثية وبلا معنى وهنا يأتي السؤال الذي يريد أن نطرحه لماذا يفعل العادات التي يفعلها كل يوم؟ وكيف يمكن أن تساعد العادات الصحيحة عندهم في تحقيق الأهداف التي يتمنى أن يصل لها؟ سنتحدث عن موضوع العادات الدرية والذي كان سبب شهرتها الكتاب هو أحد الكاتب أمريكي اسمته جيمس كلير العادة الدرية هو واحد النظام الذي يتمشى خطوة بخطوة لكي يخلق عادات جيدة ويمحيدك العادات الخيبة وهدف هذا النظام هو أنه يساعدك لكي تحقق النتائج التي تكون ملحوظة بشكل أكثر كفاءة اختارت لكم خمسة النقاط أو الدروس التي هي أساسية والتي تتكلم عليها الكتاب لهذا المؤلف والتي أعتقد أنه ستساعد بشكل أو بآخر لكي تحقق النتائج التي كانت ترجمة أول شيء هي أن كل يوم تزيد تحسن واحد في مئة الأمور التي تريد أن تحققها بعض الناس يعتقدون بشكل الذي يجب أن نقص الصور ونقوم بشكل مفجاه في النهار الأول إذا أردت أن نحقق الهدف لكن جيمس كلير يقول بالعكس هو صحيح يعني لا تعطيش جهدك كله في النهار واحد لكن قسم الجهد على مدار العام في زيادة النسبة واحد في المئة فقط كل يوم الذي يؤدي أن تحسن بمقدار 37 ضعف مع نهاية السنة حيث العادات هي فائدة مع فائدة ومركبة مع بعضها وهذا الهدف هو تطوير الذات وانت تصوّب وتكون ذلك الشيء الذي تريد أو تعاوضه كل يوم لا يفرض عليك أن تكون ممتاز ومثالي لكي تحقق تقدم حيث حتى الأهداف الكبيرة يمكن أن تجلب نتائج عكسية وعكس الذي كنا نتوقعه لماذا؟ يجب أن نركز على الطريقة ومشي على الأهداف ما هو النظام الذي سنتبعه الذي يمكن أن يوصلنا النتائج التي تضمح لها هذا لا يعني أن نساوي الرؤية وننقذ عليها لكن لا تكون تعيق المسار لتقدم خطوة بخطوة ونسبة تقدم 1% كل يوم يمكن أن تجلب نتائج كبيرة على المدى البعيد ثاني تغيير الهوية لكي تغيير العادات ماذا نقصد تغيير الهوية؟ كبيرة لا يمكن أن تصور أنفسهم في الشخصية التي يريد أن يوصل لها لكي يبقى في الهوية التي تمليع لهم فقط الواقع السلبي الذي يعيش فيه لكن ما يمكن أن يكون لهم كمبدأ هو يعيش الهوية التي تريد الهوية قبل أن يحقق النتائج يعني أنك تغيير من شخص الذي يريد أن يكون إلى شخص الذي يريد أن يقول أنا وهذا تغيير في الهوية لكي يحدث اختلاف عن الفرد لكي تحتاج لتطبيق بعض العادات لكي تصل إلى النتيجة مثال الشخص الذي يريد أن يقص من الوزن وعنده في الدهن فقط الشخص الذي يريد أن يكون لكنه لا يؤمن بالذي فعلا قادر نتابع هذه السلسل في تغيير السلوك أولا التفكير في النتائج ثانيا الطريقة التي سنصل بها ثالثا الهوية مثلا الشخص الذي يريد أن يريد العضلات النتيجة يحتاج أن يتريني باستمرار ويأكل طريقة لكي يريد عضلات وعضلات وعضلات وهوية في حين المؤلف كتاب العادة الدرورية يقلب هذه السلسل وهوية هي التي تأتي في المرتبة الأولى ويتبع الطريقة والنتيجة ويجب أن تشعر أن تشعر أن تشعر قوي وتمرن وهكذا ستحصل على النتيجة وهو عضلات قوية ثالثا القوانين الرابعة لتغير السلوك البشرية والأغلبية هي فلسفات قديمة ترجع الألاف السنين لكن دعونا نرى ما نقدم لنا جيمس كلير كخطوات أو قوانين لكي لا يفهموا السلوك لكن كذلك كيف نغيره الخطوات التي تقدمها أولا الإشارة ثانيا الرغبة ثالثا الاستجابة رابعا المكافأة نعطي مثلا عدد القهوة لهذه الخطوات مثلا ما كان في الصباح والتي هي الإشارة نريد أن توقف هنا هي الرغبة نشرب القهوة والتي تكون الاستجابة ونرد الرغبة لأنني نكون مؤقت في الصباح والتي تكون المكافأة فترتابط عندي هذه العادة للشرب القهوة مع الفياق في الصباح وتكرر هذه العادة باستمرار ممكن هذه الحلقة من السلسلة عن شخص آخر كما ترتبط بأمور مثلا عندما يرى القهوة وهو غادي الخدمة وفقط عندما يشم رحة القهوة فالإشارة والرغبة هم المشكلة والحل والاستجابة والمكافأة هو كيف نخلقه عادة جيدة نرى النموذج التي اعتمدناها لكي نوصفه لعدد شرب القهوة لكن السؤال هو كيف نستخدمه هذا النموذج لكي نخلقه عادة جديدة جيمس أكلير يقدمنا النموذج لديه بسيطة سهلة وقوية لكي نخلق عادات التي تبقى معنا خاصة تجعل الإشارة تكون واضحة والرغبة تكون جدبة لكي الاستجابة تكون سهلة ونحق المكافأة والتي ستكون كثيرا نعطيه مثال على خلق عداء ممارسة الرياضة باستمرار أولا تجعل الأمر يكون واضح وضع الحوايج الرياضة في البلاسة التي تستطيع أن ترونها ممكن أن تكون بلاسة في الماريو والتي لا تستطيع ثانيا الرغبة تجعلها تكون جدبة تتابع الروتين بصيد التمرين الرياضي الذي يكون ممتع وعنده فعالية ويناسب الجدول الزمني ثالثا الاستجابة تجعلها تكون سهلة تمرن في الدار أو اختار صالة الرياضة التي تكون بين الدار والمقار والعمال الرابعا المكافأة تجعلها تكون كتردي سجر كل تمارين في دفتار اليومي التقدم في التمرين الرياضي لتحسسنا بالرضا على نفسنا وهذه هي المكافأة في حد داتا خميثا كيف نتخلص من العادة الخيبة رأينا كيف نخلق عدم جيدة هذا سوف نرى هذا العكس وكي تصل لهذا الهدف لا تقرب النموذج الخطوات الرابعة التي نرى من قبل أولا لا يجب أن تكون بينها واضحة ثانيا الرغبة لا تكون جدا لك ثالثا الاستجابة سوف تكون صعبة ولا تستطيع تصل لها رابعا المكافأة لا تكون كترضين أو نفرح بها نرى كيف نتبقى هذه الخطوات على عادة سيئة وهي عادة مثلا لأكل الوجبات السريعة أولا الإشارة خاصة نتخلص أو نحيد كل وجبات السريعة في الدار كما يقول المثال الذي بعيد على العين بعيد على الفكر ممكن هذا شيء يكون صعب عليك لكن هذه هي الطريقة والفكرة ثانيا الرغبة 90% من الوجبات السريعة لديها قيمة غذائية قليلة والعلماء الأغذية هم الذين يصنعها في المختبرات لكي يجعلك تأكل فيها أكثر من ما تحتاج يعني الغرض هو الربح والصحة ثالثان الاستجابة إذا كنت مولف تشري هذه الوجبات من عند بقال أو مركز استجاري في وقت محدد فوقت الرجوع من العمل مثلا يمكن تبدل الطريق لكي تصعب المأمورية رابعا المكافأة سجل في دفتر يوميات كل مرة تأكل فيها شيء وجبة غير صحية لكي تعرف الوجبات التي لديها قيمة التي تدخلها لداتك أكيد لن تكون مكافأة نتمنى أن تكون هذه الخطوات التي ذكرناها في هذه الحلقة ستساعدك لكي تخلق عداد صحيحة جديدة في حياتك وتتخلص من العداد الخيبة التي تؤثر على المردودية في الحياة والشخصية والمهنية وتعيق النجاح التي تريد أن تصل لها لا تنسى أن تقرأ هذا الكتاب العداد الدورية الكاتب الأمريكي جيمس كلير والذي ستستفيد منه الكثير من الأمور التي لم تقرأ لها في هذه الحلقة إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى تعمل لايك وترجمة الحلقة ونرى في موضوع جديد على نفس القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر